يكافح القطاع الطبي لاستيعاب تداعيات الجائحة لكنها تسبقنا بخطوة وربما خطوات وتعريف الوضع الوبائي حاليا أصبح معضلة التناقضات كثيرة إجراءات تعاكسها أرقام ودراسات وتصريحات متضاربة فبينما يؤكد تدرس أدهنوم أن العمل حالي قد يمثل نهاية محتملة للمرحلة الحادة من الوباء يصدم المعالم بمعدل غير متوقع مع أوميكرون وعراضه الأقل خطورة وفات شخص في العالم كل 12 ثانية ضعف القطاع الطبي مع الضغط الهائل للإصابات قد يكون سببا بالتأكيد ومن جهة أخرى سرعة انتشاره التي تفوق بمراحل حملات التطعيم نستطيع القول أن أوميكرون حتى الآن هو مفاجأة كورونا الكبرى وبل الكابوس الأكبر لعالم يعاني من نقص اللقاحات وسوء توزيعها وحتى في الدول التي يسير التلقيح فيها على نحو جيد أوميكرون يراوغ حتى الجرعة الثالثة معضلة أخرى المتحور حيد لقاحات عدة ومن بينها ساينوفارم وساينوفاك الصينية الصنع ضعيفة جدا في مواجهته وهذه حقيقة مشؤومة لأكثر من مليار شخص يعتمدون على النوعين كذلك الأمر مع سبوتنك بي فاللقاح الروسي الأول غير فعال مع أوميكرون الخبر الجيد والسيء في الوقت نفسه لقاحات المرنة هي رأس حربتنا بوجه المتحور لكن حتى موديرنا وفايزر يوفراني مناعة لفترة محدودة فقط فهل يكون الحل في الجرعات المتكررة؟ هنا التحدي بالطبع تطعيم سكان العالم بأسره مرة ومرتين ثلاث مرات وحتى أربعة كل عام في وقت لا يزال أربعون في المئة من سكان العالم لم يطلقوا حتى الجرعة الأولى ومحاولة تعميم النوعين على مستوى العالم ستكون حربا خاسرة مع الوقت أمل العلماء الآن هو أن يتبع كورونا مسار الأنفلونزا كمرض متوطن الحقيقة المحبطة عدد قليل حول العالم يطلقى تطعيم الأنفلونزا سنويا ومع كل هذه القطامة تأتينا دراسة من اليابان صادمة لكنها ربما تفسر أخيرا سبب انتشار أوميكرون المراتوني ومصدر قوته ترجمة نانسي قنقر